السلام عليكم احسن هائلة في اليوتيوب. كنت منا تكونوا باخير وعلى خير. وصحيتكم زيانة. والموضوع دي اليوم موضوع خطير وجديد ومهم وكيشمل الناس اللي بغى تهاجر الكندا. يلا كنت يناوي ودير في البروجيت ديالك انك تهاجر الكندا هاد الموضوع را يخصك. خص تعرف على انه في هاد الشهر ديال ديسمبر وبالضبط في الاسبوع الماضي. كندا تتاخدوا قرارات جدرية ومهمة بالنسبة الناس اللي بغى تهاجر الكندا. سواء من المغرب من الجزائر من تونس او من اي دولة من العالم. خص تعرفوا باللي مؤخرا تداروا تغييرات جد 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 مهمة. وهاد القرارات كتمس اه طلبات ديال الهجرة. دونك الى كنت مهتم وبغيت هاجر الكندا عرف ان الموضوع يخصك. ومؤخرا اه وزير الهجرة الكندية قرر انه يدير تغييرات بالنسبة للناس اللي بغيين يجيوا عن طريق الدراسة. يعني الناس اللي بغيين يجيوا يقرأوا هنا في كندا. هنتم ما كتشوفوا قبل من الفين حتى الفين وتشوى العشرين كان الناس اللي بغيين يجيوا يقرأوا في كندا كان لازم انهم يبينوا على انهم يتوفروا على عشر الاف دولار. بور اه لان قادر تصرف على راسك. فهذاك الموضوع اللي بغيين يتقرأ فيها. يعني كانوا يطلبوا مبلغ ديال عشر الاف دولار. اللي كانوا يطلبوا من الفين. حتى الفين وتشوى عشرين. ولكن في اواخر الفين وتشوى عشرين من جاء هاد السيد هادا. اللي هو ميلور لمينيستر دوليميقراشن. قرر انه يدير تغييرات جدرية. وانه يزيد في الفخي في مساريف دي اللي تيديون. لبخوف فينانسيار دي الطالب. عيوات تبقى محدودة في عشر الاف دولار اللي كانت بالنسبة لي انا في متناول دي بزاف دي الاسر. بزاف دي الهائلات. ولكن مني طلع المنتم وصله العشرين الف دولار وستمية ومس وثلاثين. على باللي هاد سراحة مبلغ اه مرتفع بزاف 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 وهذا. غادي دير بلوكاج غادي دير عائق بزاف دي الناس اللي بغين يجيو هاجلو الكندا. كيف ما كتعرفو باش ديك هاجل الكندا كين بزاف دي الطرق. كتقدر جي عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق وان طريق وان طريق وكينة حتى الطريقة دي اه رخصة دراسة. ولكن من نجاح ادخونه هذا راح صر للقادية راح صح علينا القادية. وهذا الشي هادى ال 20.000 دولار اللي طالبينا ما كتشمل المصاريف دي التجال ما كتشمل ما صاريف دي الدورة الأولى ودى الدورة التانية ما كتشمل مصاريف دي البي دافيون ما كتشمل مش مصاريف دي اللي خصك تخلص. يعني غير فالول باش يدفع على دومان ديالك. خس تكون عندك عشرين الف دولار. على قبل اللي هي كانت عشرة الاف دولار قبل. زائد واحد عشرة الاف ولا خمسة عشر الف دولار باش تخلص الدورة اللولة او للدورة الثانية. زائد مصاريف دي الطيارة. زائد وزيد وزيد وزيد. هاد الشي كامل انا بالنسبة لي او اللي كبير لي الدراسة ده با اكسيسيبل غير للبرج وازيين. واللي مليار دياغو الناس اللي لباس عليهم مليش كارا. اما الدرويش واللي عايتو على قط الحال. وبا عندو واحد المبلغ ولا عندو هادي وبغي يدير مخبيل دوير الزمان. وبغي يعون ولد ولا بنتو ولا واحد فلافامي باش يمشي للدراسة. ده برا ما تقاتش مستحيلة. ده برا ولات صعيبة وصعيبة بزاف. علاش? حدب هاد القرار كيخص الناس اللي ناوية جيد درس في كندا ابتداء من واحد الفين واربعة وشترين. ده بحاليا في كشف الحساب في طالبي للك عشرين الاف وستشمية وخمس وتلاشين دولار. وزائد خمستاشر الاف دولار الاقل باش تسجيل في واحد من البرامج. زائد المصاريف الجانبية. وهادو كيبال لي الصراحة اه مبلغ تعجيزي. علاش حد اه الدراسة كتي كتبشي تقلب على معهد تدير ديبلوم ديتود او تقلب على السجيب باش تدير ديبلوم ديتود كوليجيال كنتي كتخلص كنز ميل دولار بالنسبة للمهد زائد عشر الاف يعني كانت سنك ميل دولار دابت زائد عشر الاف دولار فوق من سنك ميل دولار. يعني انسان كانت يقدر تكون عنده خمسة وعشرين مليون يقدر يجيب الكندا. دابة حاليا لازم تكون عندك كتر من ثلاثين مليون. يعني ما يوعادي ربعة وثلاثين خمسة وثلاثين مليون مغربية باش تقدر تجي عن طريق الدراسة. ولكتها تقول لي احنا ما كناش غير الدراسة كنين طر اخرى اللي بلاد مجابيهم كنين عقد عمال كن هادي كن هادي. اه. ولكن هنغنوردك معوتين حاجة اخرى. شوفوا لي اه شوفوا لي السكور. ها ما دابة هذا سي لتغاج دي الاريما. قد قول لي حقاولوا هدرا كينا اريما غندفع فيها. عندي السكور طالع. غادي يجيبوني. ها انتم ما شوفوا اريما شوفوا الديغني التغاج وصور. ها والديغني التغاج وصور دار في ستاش نوفمبر. يعني ستاش في الشهر اللي فات. هزو الف وميتين. وش حال كان سكور ستمية وتسعود. وكان عرف الناس اللي قدم دابة في سكور ستمية وتسعود وما اتخاذوش. ونيفو ديال الفرنسي طالبين سبعة. ايه. ماشي بحال في الدراسة جايب اغيش قرار دراسة ما طالبينش كليغوط فرنسي حيش غتحسن راسك في اللغة الفرنسية ومن تمك غاديش قدار تدفع في الو بخوغام ديكسپيريونس كيبكواز وتاخد اقامة دائمة. دونك هادو سدو علينا البيبان. وكندا را غادي في واحد الواجهة. في واحد طريق اللي كتسعب في الهجرة من قاعدنا واحد. ونبدأ الشي بغيت نشير التباه ديالكم على ان هاد اله هانتم مو شوفوا لي هاد القضية هاد. على ان هاد اله هاد الناس اللي كيجيوا قرأوا في كندا خصوصا لزيتديون انتقناسيونو را هم يدخلوا كتر من اتنين وعشرين مليار كنادي للحكومة الكندية. يعني المدخول ديالهم را كتر من الصادرات ديال العود وديال النفط وديال اللي زين ديسترية اخرى. من اقوى الاقتصادات اللي عندهم هو هاد المجال ديال الدراسة اللي كيدخل لهم عائدات كبيرة وكبيرة بزاعة. وهانتم ما غا تشوفوا دابا ستتلاح التراي يدعي ديالي التدون لهم درينينا. هانتم ما سمعو اشوفوا بريانكم. دي janvier, un étudiant étranger va devoir prouver qu'il a dans ses poches 20 635$. C'est le double de ce qui était requis depuis plus de 20 ans et ça, c'est sans compter le montant équivalent à sa première année de droit de scolarité et ses frais de voyage. لا يوجد راكز امنئ على الذهاب الى اله هاد الواقع على التدير للمشاهدة المترجم للقناة 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 الحساب ديالك لازم تكون عندك دابة كتر من خمسة وتلاتين آلف دولار كنديان باش تقدر تجي تقرأ وهذا بالنسبة لي مبلغ خيالي وغير البرجواز دي اللي قدروا يجي يقرأوا هاد شي لاش تلقى دي يا غدو كتصعاب المشروع دي الهجرة واللي كيبال اللي يا غدو كيتعقد هاد شي لاش كننصحكم بأنكم تهاجروا قبل فواتي الأوان كنبغي أني نموتيفيكم ونحمسكم هاد شي لاش يخصكم ضروري تحفزوا وتديروا هدف في حياتكم أنكم تهاجروا وكنت من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقكم وتوصلوا الهدف ديالكم ديما الموتيفاسيون ديما الكوراج وما يخلعوناش